ينضم إلينا من دبي المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساموال ويربرك أساس ساموال أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلة بلينكين إذن في المنطقة وزير الخارجي الأمريكي تركيا اليونان الأردن وقطر وستمعنا إلى أغلب الرسائل والتصريحات من كل هذه المحطات ولكن السؤال الرئيسي في المنطقة هو خطة إدارة غزة بعد الحرب ما الخطة الأمريكية التي يطرحها بلينكين في المنطقة إذن مساء الخير شكرا لك شكرا لقناة الحديث على الاستدافة ومن المباكر أن نحن نتكلم محاول كل التفاصيل بالنسبة أي خطة مع بعض الحرب لأننا مازال أمامنا هذا الوضع الصيح في كتا غزة مازال أمامنا هذه الحرب هذه الردودة الإسرائيلي للهجم لا نريد كل التفاصيل ولكن على الأقل تفاصيل مرتبطة بإدارة القطاع قطاع غزة في اليوم الذي يلي انتهاء الحرب إذن ممكن شيء تعلمنا من بعض المحاولات في الماضي أنا لا أريد أن أشير فقط إلى الإدارة السابقة ولكن من الدروس تعلمنا من الإدارة السابقة ليس من الممكن أن الولد المتاهرة تفرض إراداتها على الشعب الفلسطيني أو هذه المنطقة من اللازم أن نسمع من المنطقة من السلطة الفلسطينية من الفلسطينيين من المصريين الساوديين قطريين الإماراتيين كلهم ما هي الرؤية لديهم بالنسبة على المستقبل في كتا غازة والدفعة غربية كيف نحن كل ناس نشتغل للوصول إلى أمكانية أمكانية لتأسيس الدولة الفلسطينية هذا الهدف الرئيسي إذن بريكن جاء ليسمع لطروحات المنطقة وليس ليطرح خطة أمريكية ليسمع ليناقش ليطرح بعض الأفقار ولكن ليس فقط كل الهلول ستأتي من الموليد المتاهرة وأنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل بالنسبة ل هذه المناقشات ولكن من الممكن أن نؤكلنا النام هو سيسمع سيطرح بعض الأفقار وبعد هذه الزيارة سنستمر في هذه الشغل والتمسيق من كل هذه الدول ولكن ما فهم من التصريحات الأردنية بعد زيارة بلينكن بأنه ثمت خطة ما طرحت على الأردنيين أو على قادة الأردنيين حينما يتحدث الأردن عن أنه يجب أن تكون هناك خطة تشمل مستقبلا غزة الضفة الغربية القدس الشرقية فهم ربما في المنطقة بأنه ما طرح يتعلق بفصل ما بين غزة والضفة الغربية هل هذا الدقيق سيد سامويل؟ إذن من وجه نظرنا سمعنا منذ أسابية المبادئ الأساسية من الولايات المتحدة بنسبة نهاية الهرب والفترة الانتقالية إلى مع بعض الهرب وأول من هذه المبادئ لا لي أي إيادة احتلال إسرائيل في كتا غازة ولا لي أي تقليل أو تقليص للأراضي الفلسطينية ونحن نعتبر كل شبر من الأراضي في كتا غازة أراضي فلسطينية ولا لي أي تحجير قصري من الفلسطينيين من أراضيه من كتا غازة إلى أماكن أخرى إذن بنت على هذه المبادئ نحن نناقش ماذا سيكون بعد الهرب وأيضا نحن نريد أن نرى السلطة واحدة لديها الأمكانية لتسيطر ولتكون الحكومة بين الدفع الغربية وكتا غازة هل وصلتكم أي معلومات أو ربما خطة واضحة إسرائيلية حول إدارة القطاع بهذا الحرب؟ لأن المعلن قليل جدا إسرائيليا ولكن ربما في المسائلات أو في الطرق الدبلوماسية الأمر مختلف نعم بكتا أكيد سمعنا بعض التصريحات أمام الوسائل الإعلام ولكن ماذا يهمنا ماذا يقول الإسرائيليين في المناقشات الدبلوماسية لدينا وعند الله أريد أن أستطبق ذلك لأن مازال الوزير بلينغان أنه لم يصل إلى إسرائيل هتى الآن وهو لازم يناقش ذلك وجه لوجه مع رئيس الوزراء ناتنياهو ولكن أيضا مهم جدا هو لازم يناقش ذلك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود أباس سنعود إلى مسألة السلطة الفلسطينية ولكن سيد ساموال تتابعون الجدل الداخلي الإسرائيلي هذا الجدل السياسي العسكري والهجوم الكبير على رئيس الأركان والخلافات في داخل مجلس الحرب كيف تضمنون بأن إسرائيل ربما تلتزم بأي خطة متفق عليها لاحقا إن كانت مطروحة أمريكيا أو مطروحة عربيا أو متفق عليها كيف تضمنون بأن إسرائيس ستلتزم بها مع كل هذه الخلافات الداخلية إذن بالرغم من هذه التصريهات التحريدية سمعنا من بعض الوزراء والمسؤولين وقمنا بإيدانا ورفض هذه التصريهات نحن سنسمع من رئيس الوزراء ناتنياهو هو يدير الهكومة هو يداء السياسة نحن سنسمع منه سنناقش معه أنا لا أريد أن أدخل في هذه الخلافات الداخلية إسرائيل قائد ديمقراطية أخرى لديها اختلافات هذا الثمن الذي نحن لازم ندفعها في الديمقراطيات أحيانا ستكون لدينا اختلافات داخل مجتمعاتنا ولكن في نهاية المطاف نحن نرى أن الحل الوهيد تأسيس الدولة الفلسطينية لديها الأمكانية لتعيش جانب جانب مع الدولة الإسرائيلية نعم تحدث وزير خارجية منذ قليل عن منع التهجير القصري وحتى عن عودة النازحين هل لديكم تطمينات أو ضمنات أو تعلمون ربما بعض التفاصيل الجديدة في القطاع التي تؤكد أن هذا الأمر ممكن الآن منع التهجير القصري وعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال إذن أنا لا أقول أن أدخل في أي كلام حول الدمونات يعني هذا بزد ماذا يصيناقش الوزير بينكن مع الإسرائيليين ولكن هناك شيء قانوني وهناك مبادئ أساسية ذكرنا المبادئ بالنسبة لنا منها لا لأي تهجير قصري والحق للعود إلى بيوتهم في كتا غازة إذن هناك شيء قانوني والمبادئ والقاس ولكن من جانب آخر هناك خدمة أساسية هناك البيوت هناك القحربة هناك الاتصالات هناك الأكل والغذاء والدواء إذن من لازم أن نرقص على الأثنين من الممكن أن نقول أن نحن نتفق على أن كل الفلسطينيين غادروا بيوتهم لديهم الحق للعودة ولكن من سيوفرهم الخدمة الأساسية حماس هذه المجموعة الإرهابية التي لم تقدم شيئا إلى الشعب الفلسطيني منذ 16 سنة ولكن عليكم أن تضمنوا أساسا أنهم قادرون أمنيا على العودة إلى هذه المناطق في شق آخر يتعلق بالسلطة الفلسطينية الآن ليس بإسرائيل ولا بغزا من يدير القطاع كان طرح أمريكيا موضوع السلطة الفلسطينية المعدلة أو تعديلات تطرح على السلطة الفلسطينية لتدير القطاع ماذا تقصدون بهذه السلطة المعدلة أو التعديلات التي تطرحونها إذن حتى الآن نحن نرى أن السلطة المناسبة هي السلطة الفلسطينية ولكن من لازم أن ندرك أن الآن نحن ما زال في هذه الهرب ما زال ليس هناك أي جهة التي تسيطر على قطع هذا المجموع الإرهابية حماس لا تقدم شيئا لازم ندرك أن من المبقر أن نكون اليوم من هي تفاصيل بزبط ولكن السلطة من تدير السلطة من تدير ولكن بتعديلات وبشرور جديدة أو أمور جديدة تدخل على هذه السلطة وهذا ليس شيء جديد عندما نتكلم عن تأديل وإصلاع في السلطة الفلسطينية هذا ليس شيء جديد كنا نتكلم عن ذلك منذ سنوات منذ إدارات سابقة كنا نتكلم عن محاول الحاجة التي نرى إصلاع وتعديل في السلطة الفلسطينية نعم سيد ساموال في سؤالي الأخير بلينكين منذ قليل أشار إلى مسألة الأمن في البحر الأحمر وقال أن 20% من الشحنات تعطلت بسببها جماعة الحوثيين وقال نعمل على ضمان الأمن البحري في المنطقة حينما تقولون في الولايات المتحدة الأمريكية بأنكم تعملون على هذا الأمر تقصدون على الغالب مسألة تحالف حماية الازدهار ولكن يعتقد بأنه لم يرى الكثير من هذا التحالف ما الخطوات التي ستتخذ أمريكيا ومن هذا التحالف لحماية البحر الأحمر واختصى شديد من فضلك سيد ساموال نعم هناك بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع بنسبة هذا التحالف الجديد أولا لازم أؤكد أن هذا التحالف الجديد هو تحالف دفاعي فقط ليس هناك أي فقرة وراء هذا التحالف حرص الازدهار بمعنى أنها ستكون تحالف قتالي هي ستشن هجومات لا هو تحالف دفاعي فقط لحماية التجارة الآلمية ليس لحماية الصفون الإسرائيلية والتجارة لا لأنه لازم ندرك حجم التجارة الآلمية التي تمور عبر باب المندب وبحر الأحمر ولازم ندرك عيدا نقطة مهمة أخرى أن هذه الهجومات من الهوثيين تؤثر وتضر على الشعب الفلسطيني والمصريين والأردنيين واليمنيين وكل الشعوب في المنطقة المساعدة الإنسانية التي المجتمع الدولي يقدم إلى الشعب الفلسطيني سيكون ارتفاع في العصار بسبب هذه الهجومات الصرخية من الهوثيين الولادة المتحدة ترى أن هذه الجهود لحماية الصفون التجارية الآلمية مهمة ليس فقط للولادة المتحدة أو هلفاءنا في المنطقة ولكن للآلم بإكماله شكرا من دبي كنت معا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساموال ويربرك شكرا